معدل تضخم قياسي بلغ 6.6% سجله الاقتصاد المغربي هذا ما كشفه البنك المركزي الوطني على لسان رئيسه عبدالطيف جواهري أمام الملك محمد السادس تضخم ربطه البنك بظروف اقتصادية عالمية أثرت على المغرب فتل أولين الأخيرة المغاربة تصدموه بواحد رتيفة على القصار مهويل عكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمغاربة دفعت كثيرين لمطالبة الحكومة بضرورة التدخل للضبط الأسعار وتوفير مساعدات استثنائية للمتضررين الأهم في ذلك الآن هو أن تقوم الحكومة بمراقبة الأسعار الدرجة الأولى وعلى رأسها المحروقات والحبوب والمواد الاستلاكية الأساسية ثم بعد ذلك تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي هذه الأساسية حتى تتمكن الحكومة من رفع مظاهر الحيف على نسبة عريضة من المجتمع المغربية الحكومة من جهتها ترى أنها تمكنت من تحقيق توازن اقتصادي رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة وتقول إنها وضعت برامج اجتماعية مكنة المعوزين من الحصول على دعم مباشر وخدمات صحية والحكومة سوف تقدم كيفما قلت مساعدات أو إعانات مباشرة لسبعاد الملايين طفل وثلاثة المليون أسرة دون أطفال في سنة مدرس الرفع من الحد الأدنى للأجور في السميك وفي السماك في القطع الفلاحي وفي القطع الصناعي مع زيادة تعويذة العائلية على الأبناء إجراءات موازية نفذها البنك المركزي لضمان التوازن الاقتصادي أبرزها رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2.5% لكن هذا الأمر وفق خبراء يبقى غير كافي لتحقيق تعافي كلي من آثار ارتفاع التضخم واجه المغرب تحديات اقتصادية مهمة خلال السنة الماضية بعدما سجلت معدلات التضخم أرقاما قياسية لم تشهدها البلاد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي تضخم أثر على القدرة الشرائية للمواطنين الذين ينتظرون حلولا حكومية لأزماتهم المعيشية نورديني ججان الحرة الرباط